السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايز محسن نمو ودرجة أولى يرفع معدل التحويل ويحسن من جودة اللح وكمان ملوش أي أضرار ومتوفر في الأسواق وسعره رخيص يبقى احنا بنتكلم النهاردة عن الخمائر النشطة الخميرة النشطة البيترية ودي بتكون مكتوب عليها تخصص لأعلاف الحيوانات وهنتكلم عنها النهاردة لأننا بدأنا موسم تسمين العبول هي شبيهة بالخميرة الفورية اللي بتستخدم في المعجنات والمغبوزات والخميرة النشطة لا يفضل أنها تضاف على خلطات الأعلاف لفترة طويلة لكن بتضاف على الخلطات أول بول يعني وقت تقديم العلف للمواشي إزاي؟ بنضيف الخميرة النشطة لعبول للتسمين ودي متوفرة في الصيدريات البيترية وبتضاف مرة واحدة بس في اليوم مع وجبة الفطار الصبح بتضفيها على العلف وأهم فوائد الخميرة النشطة إنها بتساعد على رفع معدل التحويل بصورة ملحوظة وكمان الخميرة بتدي مصدر هائل للفيتامينات اللي بتحسن من جودة وطعم اللحوم الخميرة النشطة بتساعد على هضم الأعلاف لأنها بتعمل على مسح الأكسجين الموجود في المعدة فبتقلل من مخاطر ارتفاع حمض الكرش وبتعزز كمان من نمو البكترية الهاضمة للألياف في الكرش وعلشان كده بتدعم معدل تكسير العلف وخاصة لو كان العلف علف خشن يعني لو عندك عجل خارج من فترة علاج طويلة ومش عاوز يدخل على العلف وإنتي عايزة بسرعة ترفعي من معدل تحويله وتزوديه في الوزن قبل العيد فإنتي كده هتستعمل الخميرة لأنها تساعد في عملية دوران الكرش وبتعمل كفاتح للشهية أما بالنسبة للكمية اللي بنقدمها للعجول بتكون من 15 ل 25 جرام لكل راس في اليوم بتضاف مرة واحدة بس الصبح بتتخلط مع العلف وأهم شيء تخلطيها كويس جدا وتوزعيها قدام العجول بالنسبة لللي مش عارف الوزن بالجرام فبتكون بمعدل معلقتين من معالق الشاي الصغيرة بتحطي اتنين أو معلقة واحدة مما عالي الأكل الكبيرة طب لو انت متعودة ان انت بتضيف العلف أصابع اللي هو الكزب وهتضيف المعلقتين على العلف الأصابع وهي هتستهلكهم مفيش أي مشكلة أما بالنسبة ان انت تضيفي الخميرة في المية فده هيكون مش مستحب لأن ممكن عجل يدخل يشرب يكون عطشان والتاني ما يشربش أو واحد يشرب كمية قليلة وواحد ما يشربش خالص فمش هنعرف توزيع الجرعات بالتوزيع السليم وكمان لو المية فضت في الحود اللي بتقدم فيه المية وعليه الخميرة ممكن تعمل أضرار لو قعدت فترة طويلة لو المية فيها أملاح عالية ممكن تأثر على نشاط الخميرة فمن الأفضل إضافة الخميرة على العلف لتجنب السلبيات الكتيرة اللي ممكن تحصل بسبب إضافة الخميرة على مية الشر وكده اتكلمني عن الخميرة النشطة أحد مخلفات مصانع السكر وبتتباع في أجولة أو شكاير كبيرة مخصصة لعلف الحيوانات الخميرة لها فوايد كتيرة جدا لو استخدمت بالطريقة الصحيحة والنسب الصحيحة أرجو أن أكون أعطيت لحضراتكم صورة وافية عن استخدام الخميرة النشطة في عجول التسمين لرفع وتحسين معدل التحويل إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة